أسباب عدم وجود نهاية عند نقطة لو كان عندي في المستوى الإحداث دالة بهذا الشكل وجيت أبغى أجيب النهاية عند النقطة C شوف لما نقرب للـ C من ناحية اليمين حنلاقي قيمة الدالة هذه ولو قربنا من قيمة C من ناحية اليسار شوف قبل الـ C قيمة الدالة ستكون هي اللي تحت شوف النهاية من اليمين كانت هذه القيمة والنهاية من اليسار كانت هذه القيمة قيمتين غير متساويتين يصير بما أن قيمة النهاية من اليمين لا تساوي قيمة النهاية من اليسار يصر نقول أنه لمدة الدالة عندما الـ X تقترب من C غير موجودة طب نشوف مثال ثاني أفرض عندنا دالة بهذا التمثيل البياني نبغى نجيب نهاية الدالة عند السي شوف لما نقترب من السي من ناحية اليمين قيمة الدالة تتزايد بلا نهاية ولما نقترب من السي من ناحية اليسار قيمة الدالة تتناقص إلى ما لا نهاية يعني ستكون سالب ما لا نهاية يعني من اليمين موجب ما لا نهاية ومن اليسار سالب ما لا نهاية برضو النهايتين اختلفت يصرني يقول إنه لمدة دالة عندما الـ X تقول إلى C غير موجود وبرضو ممكن يكون عندنا دالة بهذا الشكل دالة متذبذبة شوف مثلا لو جيد عند الـ X بصفر شوف مثلا لو كانت عندي الـ C هنا شوف الدالة متذبذبة بين هذه النقطة وهذه النقطة يصر ما أقدر أجيب نهاية الدالة في هذا الحال يصير هنا برضو هقول إنه لمدة دالة عندما X تقول إلى C غير موجود هذه الثلاثة حالات لعدم وجود نهاية عند نقطة الحالة الأولى لما تكون عندنا الدالة منفصلة بهذا الشكل وشوف النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار عند نقطة معينة يصير النهاية غير موجودة والحالة الثانية لو كان عند نقطة معينة النهاية من اليمين قيمتها ما لا نهاية والنهاية من اليسار قيمتها سالب ما لا نهاية برضو نقول غير موجود وآخر حالة هي عند الدالة المتذبذبة لو كانت عند النقطة المعينة C قيمة الدالة المتذبذبة صار هنا برضو نقول النهاية غير موجود